في الفيديو ده هشرح لك ازاي تقدر تعمل اعلان ممول من خلال جوجل ادورد على قناتك على اليوتيوب لزيادة عدد المشتركين بشكل مباشر يعني بمجرد ما يضغط على الاعلان بتاعك يشترك في القناة بتاعتك على طول ولكن خليني اقولك في بداية الامر ان انت قبل ما تعمل الاعلان فانت محتاج الصنارة والطعم اللي انت هتصطاد به الناس المهتمية بالقناة بتاعتك واللي هما عايزين يتابعوك ازاي تقدر تعمل ده انا دايما بنصح ان انت لازم تعمل فيديو على الشانل بتاعتك يكون مباشر وصريح يعني لو انت بتقدم محتوى تقني او بتقدم محتوى فني او بتقدم اي محتوى عموما فانت لازم قبل ما نبدأ في خطوة انك تعمل اعلان ممول على جوجل ادورد على القناة بتاعتك انك انت الاول تعمل فيديو تقول فيه لو انت مهتم بكذا ومهتم بكذا ومهتم بكذا تعال على قناتي او اشترك في قناتي او تابعني على قناتي على اليوتيوب علشان انا كل اسبوع مثلا هنزل فيديو او كل يوم هعمل فيديو بتكلم فيه عن كذا وكذا فانت لازم في خلال خمستاشر ثانية او تلاتين ثانية تكون قيل بشكل مباشر وصريح جدا القناة بتاعتك ايه المحتوى بتاعها او ايه المحتوى اللي انت هتقدمه على القناة بتاعتك وليه الراجل اللي شاف الاعلام بتاعك ليه يضغط على زر السبسكرايب وليه يتابعك وخد بالك انك انت يفضل ان الاعلام ما يكونش طويل وحتى لو طول منك يبقى حاول دايما ان في اول خمستاشر ثانية من الفيديو تكون قلت الرسالة الواضحة والصريحة علشان خاطر الاعلام بتاعك لما يظهر في الاسكيب اد فاول اللي هما الاول خمس ثواني او العميل يقدر يتخطى الاعلان يبقى على اقل فهم انت بتقدم ايه وبتعمل ايه فممكن ده يخليه ان هو يكمل الاعلان ويفهم انت بتقدم ايه على المحتوى بتاعك او على قناتك على يوتيوب وبعد كده يقدر يدوس على اشتراك في القناة قبل ما يعمل اسكيب للأد فخلينا كده متفاقين في الاول ان انت محتاج الاول تعمل فيديو او تصور فيديو او تسجل فيديو على القناة بتاعتك وترفع القناة بتاعتك يكون مباشر وصريح بالخدمات او بالمحتوى اللي انت بتقدمه على قناة اليوتيوب بتاعتك طيب انا افترض جدلا ان انت مش حابب تطلع بصوتك او مش حابب تطلع بصورتك فانت ممكن الحل البديل ان انت تعمل اعلان موشن جرافيك تخلي اي حد يعمله لك الاعلان الموشن جرافيك دوا بتعليق صوتي حتى مش بصوتك خالص مش هيكلفك كتير بس من خلال الفيديو موشن ده تقول برضو ان انت لو مهتم بكذا مهتم بكذا تعالى على قناتنا او اشترك في القناة بتاعتنا عشان احنا بنقدم المحتوى الفلاني طيب يلا بينا بقى نبدأ الخطوات العملية ازاي نقدر نعمل اعلان ممول على جوجل ادورد للقناة بتاعتنا لازيادة عدد المشتركين على القناة بشكل مباشر وبشكل شرعي 10% اول حاجة لازم تعرفها ان انت لازم يبقى اول محدد رابط القناة بتاعتك لازم تبقى انت محدد رابط القناة بتاعتك على اليوتيوب اللي هو المباشر اللي بيخليه يعمل او اللي بيخلي المشاهد لما يدوس عليه يعمل subscribe اي رابط قناة على اليوتيوب دايمن بيبقى لو هو لو انت عامل unique username فبيبقى youtube.com ال username بتاع الشانل بتاعك او حتى لو انت مش عامل اليوزر نيم فممكن الرابط يبقى بالشكل ده طيب السؤال هنا هل هو ده الرابط اللي انا باخده احطه في الاعلان لا طبعا ايه ده لا طبعا يعني انا مش احط رابط القناة بتاعت في الاعلان لا انت هتحط رابط القناة بتاعتك في الاعلان ولكن هنزود عليه حاجة هنا جملة كده في اليو ارقل علشان خاطر لما العميل او لما المشاهد يدوس على اللينك او يدوس على الاعلان بتاعك يخليه يشترك على طول بشكل مباشر في القناة بتاعتك مش لسه هيوجهه للقناة وبعد كده يا المشاهد يشترك او ما يشتركش فاحنا هتاخد هنا لينك القناة بتاعتك وتزود بعديه السطر ده يعني هتاخد لينك القناة بتاعتك وتزود بعديه السطر ده علامة الاستفام بعدين كلمة sub underscore confirmation equal 1 اللينك ده كده لو خدناه كوبي سواء سواء القناة كان ليها يوزر نيم او ملهاش يعني عادي هيتنفع في الحالتين لو خدنا كده اللينك ده كوبي تعالى كده نجرب نفتح البراوزر ونحط اللينك ده بيست كده في البراوزر بصوا كده معايا ايه اللي هيحصل هيقول لي الكونفرميشن طبعا هو هنا بيقول لي ان انت آآ اري شوري وانتو سبسكرايب بس امجدي هل انت متأكد انت عايز تشترك لو انا دست سبسكرايب المفروض ان هو يعمل لي ان هو يشترك على طول ولكن خد بالك هو هنا طبعا ما عملش اشتراك لي ان انا صاحب القناة نفسها فطبعا وبيقول لك انت مينفعش اتابع نفسك يعني ولكن لو انت حطيت اللينك دوا في الاعلان في اي حد هيدغط على الاعلان هيخليه يشترك مباشرة في القناة بتاعتك هتاخد رابط القناة بتاعتك من فوق وبعد كده تزود عليه علامة الاستفهام صب اندرسكور كونفرميشن تمام كده خليكو بقى حافظين معايا اللينك ده علشان هو ده اللي هنستخدمه في اعلان جوجل ادورد هنفتح بع بعض اكاون جوجل ادورد وبعد كده هندوس نيو كامبين عشان نكاريت كامبين جديدة طيب بيديني هنا اختيارات دايما لما طالما انا عايز اجيب عدد مشتركين وعايز ازود الزيارات بالبلد كده على القناة بتاعتي وعشان استكتب مشتركين كتير على القناة فانا هنا هختار الويب سايت ترافيك هدوس على ويب سايت ترافيك وبعد كده هو هنا بيجيب لي السيليكت كامبين طيب فانا هختار فيديو بعد ما اختار فيديو هدوس كونتينيو بعد كده بيقول لي حط الكمبين نيم فهحط اي اسم ويفضل لو انت حطيت اسم يفكرك بالكمبين داي عشان بعد كده لو حبيت تعمل اكتر من كامبين في ملحوظة هنا مهمة جدا محتاجة اقولها لك قبل ما نبدأ نكمل خطواتنا ايه هي بقى ان انت لو انت عايز تعمل او تستهدف اكتر من جنسية او اكتر من زيار من اكتر من جنسية عايز تستهدف مصريين اللي هما الناس اللي موجودين في مصر والناس اللي موجودين في السعودية والناس اللي موجودين في المغرب والناس اللي موجودين في الجزائر اوعى تعمل الاستهداف كله في حملة واحدة يعني دايما كل حملة تخليها بتستهدف دولة لوحدها اوعى تعمل انك تعمل حملة اعلانية واحدة تستهدف مثلا مصر والسعودية والامارات حتى لو انت هتكلفها مليون جنيه لان ده بيبوز الحملة بتاعتك فعشان كده دايما بقولك في الكمبين نيم سمي الكمبين بتاعتك اي اسم ولو انت هتستهدف مصر اكتب ايجيبت عشان لو جيت عملتي كامبين تانية في نفس الوقت تكتب مثلا سعودية ارابية او السعودية او وطفر انت هتستهدف مين فتبعى عارف كل كامبين المهم بعد كده انت بتختار البيت استراتيجي فاحنا هنحددها على الماكسيمم كونفرزيشن وبعد كده يجي يقولك الديلي بوضجيت انا دايما بنصح البوضجيت بتاعك في العالي يوتيوب تخليه من 150 ل300 جنيه في اليوم انا شخصيا لما عملت الاعلام بتاع قناتي كنت بعمله ب300 جنيه في اليوم وبحدد مدة الحملة يكفي ان انا حددها 10 تيام كفيلة جدا ان انا كل شهر اعمل اعلام ممول لمدة 10 تيام هيبقى شكل كويس او هيجيب لي المرضود اللي انا عايشه هايجي هنا في الوكيشن او في الكنتري زي ما انا قلت لك كده اوعى تحدد اكتر من دولة في كامبين واحدة فاحنا هنا هنختار مصر طب هيجي حدد سؤال يسألني سؤال طب انا بيفرد مثلا عايز احدد يعني القاهرة والجيزة والسكندرية والكلام ده انا ما بحبش دايما في فكرة ان انا طالما ان انا بعمل اعلان بيستهدف ان انا اجيب عدد مشتركين اكتر على القناة بتاعتي فيفضل دايما ان انا سيب اللوكيشن مفتوح على مصر كلها لان انا في الاخر يهمني ان الناس تشترك ايا كان هي مكانها فين انا مش ببيع خدمة او مش ببيع منتج فانا محتاج الناس القريبة مني لأ انا محتاج الناس تتبعني فلازم ازود النطاق فخليها على مصر كلها افضل علشان خاطر اقدر اجيب اكبر عدد ممكن من المشتركين وهاجي هنا في اللغة بحددها ان هي اللغة العربية واللغة الانجليزية طبعا ده بيزدع المحتوى بتاعك ولكن لو المحتوى بتاعك بيتكلم مثلا في التسويق بيتكلم في اي حاجة من الحاجات دي ممكن تخليها عربي وانجليش يبقى زي الفل قوي بعد كده هننزل مع بعض عندنا حاجة اسمها ودي نقطة مهمة جدا 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 فانا هنصحك دايما انك انت تعمل وتكتب هنا الجملة اللي انت هتستكتب بها العميل بتاعك وليكن مثلا وليكن مثلا اشترك في القناة بعد كده هتكتب ديسكريبشن وصف ليه اشترك في القناة والله مثلا على سبيل المثال لو مهتم بالتسويق والاعلانات اشترك في القناة مثلا يعني وبعد كده في الدسكريبشن التاني برضو هقول لو مهتم مثلا لو انا مثلا بنزل فيديو فهقول ان انا بنزل فيديو كل يوم والفاينال يور إلا حط اللينك اللي احنا حطناه في النوت باد من شوية اللي انا قلتلك عليه اللي هو رابط القناة بتاعتك بعديه علامة استفهام عشان لما يدوس عليه يروح اشترك في القناة بتاعتك على طول وبعد كده هتدوس سيف طبعا انا عشان عامل الاكستينشن ده بلكده فانا ما دوستش سيف ولكن انت هتدوس سيف المهم تعالي نختار الاكستينشن اللي انا كنت عامله اشترك في القناة فيديوهات عن التسويق الالكتروني واستطافة تصميم مواقع الانترنت لو دخلنا ايدت هنلاقي قدي لينك الشانل اهو بعد كده علامة الاستفهام تمام كده تمام بعد كده بخش على فانا بفضل ان انت دايما تسيبها علشان يبقى فيه مالتي فورمات للاعلام بتاعك ويظهر في كزا حتة ما يبقاش اسكيبابل اد بس لا يعني يبقى اسكيبابل ونان اسكيبابل ويقدر يظهر في تعليمين ويظهر في كزا مكان بعد كده نيجي للديموجرافكس ودي نقطة مهمة جدا 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 دايما خد بالك من نقطة مهمة مش كتير اللي هيقولها لك ايه هي دلوقتي اليوتيوب عنده مشكلة في الحتة بتاعت فيه ناس كتير بتيجي تعمل اشتراك في القناة فبيقوله والله المحتوى ده غير مخصص للاطفال الموضوع دون سببه ان العميل او المشاهد اللي بيبقى جاي يشترك في القناة ما بيبقاش محدد السن بتاعه على الايميل بتاعه يعني لو هو مكاريت اكاونت جيميل وعمل لوجين به على قناة اليوتيوب ما بيبقاش محدد السن بتاعه بشكل سليم فبالتالي اليوتيوب بيقراء انه هو under 18 او انه هو اصغر من 18 سنة فبيعتبروا انه هو طفل فما بيخلهوش يشترك في القناة فعشان كده دايما انا بفضل ان انت تشيل علامة الصح من على القنون علشان لو الشخص ده مش محدد سنه في الايميل بتاعه الاعلام بتاعك ما يظهر لهش لان حتى لو ظهر له هو مش عارف يشترك ويبقى احنا بنحرق فلوس على الفاضي الحاجة التانية ان انت دايما تشوف مين الناس اللي بتبقى مهتمة بالمحتوى بتاعك فلو انت حد سنك صغير وبتقدم محتوى للشباب او للمتوسطين في العمر فممكن تحدد من 18 ل44 وانشيل الثلاث اختيارات الاخر دول والجندر عادي ممكن تسيبه ميلو في ميلو وانون مفيش مشكلة طالما انت شلت علامة الانون من الاجل ان هي دي اهم نقطة علشان اليوتيوب ما يوديش الاعلان للاطفال الاصغر من 18 سنة او لاي شخص مش محدد عيد ميلاده في الايميل بتاعه بعد كده بنيجي على الاوديانس ودي نقطة مهمة جدا انت عايز تستهدف مين والله لو انا القناة بتاعتي بتستهدف التصميم المواقع فانا ببدأ اختار الويب ديزاين او بكتب هنا مثلا الويب ديزاين الناس اللي مهتمة بتصميم المواقع علشان هو يبدأ يشوف مين الناس اللي مهتمة بالكاتيجري انا مثلا بقدم عن التصوير الالكتروني فهكتب مثلا وليكن سوشيال ميديا ماركتنج مثلا سوشيال ميديا مثلا على سبيل المسائل او ممكن اكتب ماركتنج مثلا مثلا الناس المهتمة بالتصوير يفضل هنا لو ضفت اكتر من اختيار بس بشرط يكونوا بالمحتوى اللي انت بتقدمه بالكونتنت اللي انت بتقدمه علشان خاطر تسهل العملية على اليوتيوب وعلى جوجل ان هو يتعرف على الجمهور بتاعك بشكل اسرع بعد كده الكيوردز ودي نقطة مهمة جدا 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 ركز معي فيها علشان انا هقولك فيها كده على تركات اول حاجة لو انت بتقدم محتوى عن وليكن على سبيل المثال عن تصميم المواقع هل انا هدفي من المحتوى ان انا اجيب عملة تشتري مني مواقع ولا هدفي من المحتوى او من الاعلان ان اجيب الناس اللي عايزة تتعلم تصميم المواقع طيب لو انا هدفي طبعا الطبيعي ان انا عايز الناس تتابعا اللي هي عايزة تتعلم تصميم المواقع فلا يفضل ان انا روح جايي كاتب كلمة تصميم مواقع وبس واسيبها فاضي انا ماينفعش اجا كتب كده تصميم مواقع بس لان هنا ممكن يجيب لي العملة اللي هي بتسرش على شركات تصميم مواقع وانا مش محتاج ده انا محتاج الناس اللي هي عايزة تتعلم تصميم المواقع مش الناس اللي هي عايزة تشتري موقع انا مش محتاج العملة دلوقتي انا محتاج الناس تتابعني طيب في نقطة مهمة جدا هنا لازم تبقى انت عارفها كويس ايه الفرق من بما بين ان انا لو كتبت كلمة تصميم مواقع بالشكل ده او كتبتها بالشكل ده في الكيووردز احنا عندنا تلات انواع من الكيووردز لازم تعرفهم علشان تعرف تحدد ايه هي الكيووردز اللي انت محتاج تستخدمها وتكتبها ازاي عندنا اول نوع اسمه البرود ماتش كيووردز والفريز ماتش كيوورد والاكزاكت او الاكزاكت ماتش كيوورد يعني ايه الكلام ده لو انا كتبت الكلمة بالطريقة الاولى اللي هي زي هنا تصميم مواقع فهو هيبدأ يطلع الاعلام بتاعي لأي حد سرش على يوتيوب بكلمة تصميم او بكلمة مواقع بأي كلمة فيهم مش لازم اللي اتنين مع بعض النوع التاني اللي هو الفريز ماتش هو بيبدأ يطلع الاعلام بتاعي لأي حد كتب كلمة تصميم مواقع على بعضها بس زود عليها او نقص منها يعني مثلا كتب شركة تصميم مواقع او احتراف تصميم المواقع او عايز اتعلم تصميم المواقع او اي كلمة تدي نفس المعنى اللي هو معنى تصميم المواقع فهو هيبدأ يظهر له الاعلام بتاعك اما النوع التالت وهو اللي بتحط ما بين قصين اللي هو اكزاكت ماتش ده لازم يكون اللي كاتب الكلمة في السرش يكون كاتبها زي ما انت كاتبها بالزبط لحرف قليل ولا حرف زيادة هو ده الفرق ما بين التلاتة فدايما انا بنصح ان انت على حسب الهدف بتاعك اللي انت بتعمل بيه الاعلان تعرف تكتب الكلمة بتاعتك بانية طريقة اللي هي البرود او الاكزاكت او الفيز يعني طيب فاحنا هنا دلوقتي لو احنا عايزين نجيب الناس اللي هي بتتعلم او عايز تتعلم تصميم المواقع فانا هكتب كده ممكن عاملها اجزاكت هكتب هنا تعلم تصميم المواقع او كرس تصميم المواقع وهكذا وابدا اكتب الكلمات البحثية اللي ممكن يكون الشخص بيسرش بيها على المحتوى اللي انا بقدمه طب لو انا مش اكريت او مش متأكد الناس بتسرش على ايه فانا ممكن اسيبها عيمة واكتب تصميم مواقع بحيث ان اي حد يبقى مهتم بالموضوع يطلع له القناة بتاعتي ولكن هي فكرة ان انت تستخدم الاكزاكت كيورد دي محتاجة ان انت تبقى حد شوية محترف ولكن في الطريقتين او في الحالتين هو الموضوع هيقد الغرض عادي جدا تبدأ بقى تكتب الكلمات البحثية اللي ممكن الناس تسرش عليها فانت بتتوقع ان الاعلان بتاعك لما حد يشوفه وهو كان بيسرش على الكلمة دي انت بتبقى عارف ان هو هشترك في القناة بتاعتك زي مثلا الربح من الانترنت زي مثلا اعلانات الفيسبوك مثلا وهكذا طبعا كل واحد حسب الاعلان بتاعه بيستهدف مين بعد كده البليسمينت البليسمينت دي انا ما بفضلش ان انت تستخدمها الا لو انت حد عارف كويس قوي مين اللي بيقدم نفس المحتوى بتاعك على اليوتيوب او يعتبر المنافس ليك فبتقدر تجيب رابط القناة بتاعته وتحتفى هنا فانت هنا بتقول لي gogoogle انا عايز اعلاناتي تظهر في القناة العام الده او لو انت ممكن تجيب فيديو معاين وتقول للي gogoogle انا عايز اعلانات تِظهر في الفيديو ده لما يجي ناس تتفرج على الفيديو ده ولكن في البداية انت لا يفضلش ان ايكاي مجزاعة اعطال اضعالك بعد اول اثنان بتجيب هشترك في الفيديو بتاعك شخصيا افكام او الليcito هشتعلن عليها الاعلان وليكن على سبيل المثال انا هاجي للفيديو بتاعي انا هاخد الرابط بتاعي وحطه هنا فبيبدأ يظهر اهم حاجة اوعى تنسى تعمل صورة مصغرة للفيديو لان دي نقطة مهمة جدا 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 علشان الفيديو بتاعك يطلع للناس المستهدفين بشكل سليم وهتيجي هنا تحط في اليوريل الفاينال يوريل اللي احنا كنا قلنا عليه اللي بيخلي الكلاينت لما يدوس على الفيديو يعمل سبسكرايب والقول هنكتب اشترك في القناة او سبسكرايب الهيدلاين هنقول اشترك في القناة مسلا وهاجي هنا في اللونج هيدلاين هكتب ليه يشترك في القناة عشان مسلا كل يوم اه كل يوم مسلا كل يوم فيديو عن التسويق الالكتروني مسلا والدسكريبشن التاني هكتزا كل يوم فيديو اه عن التصميم المواقع مسلا وبعد كده ادوس كرييت ماي كامبين وهتكون الكامبين بتاعتك اتكاريتت بنجاح طيب لو انا عايز اشوف الكامبين اللي انا مكاريتها الكامبين بتبقى موجودة هنا كده بيبدأ يقولي الصرف انت صرفت قديه واريت بتاعك مش عايف ايه لو انا حبيت اعدل على الكامبين بتاعتي ممكن ادوس هنا مور وادوس ادت سيتنج وقدر احدد مسلا تاريخ انتهاء الاعلان عايز اغيره عايز اغير الديلي بودجت اه عايز اغير اللغة غير الكانتري وهكزا موسيقى موسيقى موسيقى